رابطة الأندية المحترفة احتسبت هدف نادي الأهل الثاني في مرمى المقاولون العرب لمدافع الفريق فارق نور الدين بدلا من محمد هاني لاعب النادي الأهل في مباراة اليوم قندوسي قال أيضا أن الفوز على المقاولين العرب دفعة كبيرة قبل السفر إلى جنوب إفريقيا حيث قندوسي ماشي بشكل جيد المباراة اللي جاية قندوسي أعتقد أن هي هيبقى ليها دور مهم جدا في دخولك كل قلوب الأهلوية إن شاء الله المباراة الكبيرة دي هي اللي بتقرب أي لعب جديد من الجمهور المباراة الكبيرة الأهلي والسانداونز الأهلي والزمالك الأهلي والهلال المباراة الكبيرة دي المباراة الجماهرية والكبيرة والفاصلة الحقيقة يعني لها دور مهم جدا جدا قندوسي دخل للقلوب الأهلوية ولكن هيخش أكتر وأكتر خلال الفترة القادمة إن شاء الله في حالة إن شاء الله أنا متأكد في حالة إن شاء الله ما يكون جاية في المباراة القادمة برنامج غذائي خاص لعب الندي الأهلي خلال رحلتين جنوب إفريقيا والكاميرون زي ما قلت لحضراتكم النادي الأهلي من ناحية مجلس الإدارة وفر كل ما يستطيع طائرة خاصة ستنقل الفريق من القاهرة إلى جنوب إفريقيا ثم من جنوب إفريقيا إلى الكاميرون مباشرة أيضاً بطائرة خاصة وخلاص مش عايزك تفكر كلاعبين يعني هي الإدارة بتعمل كده ليه إدارة النادي الأهلي بتعمل كده لأنه بتقول للعيبة بتوصل رسالة للعبين مش عايزينكوا تفكروا في أي حاجة عايزينكوا تفكروا يوم السبت في التسعين دقيقة ولا في الخمسة وتسعين دقيقة اللي حنلعبهم إزاي نكسب هذه المباراة هو ده اللي بيتعمل من الناحية الإدارية ده اللي أنا أقدر أعمله من الناحية التحفيزية كلنا المسؤولين اللي موجودين من أول كابت سيد عبد الحفيز لغاية كل الناس اللي موجودة كلها بتتكلم بشكل تحفيزي خلاص ماتش اللي مقولين ده خلص أنا بنفكر في يوم السبت إحنا بقى كجمهور كلنا في ظهركم كلنا وقفين معاكم كل شوية حقول هذه الكلمة كلنا منتظرين ثلاثة نقاط يوم السبت إن شاء الله بدون ما نحط ضغط بدون ما إلعب لعبك إلعب لعبة إلعب لعبة النادي الأهل الطبيعي إن شاء الله هتكسب إن شاء الله